وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة كما ندرك أن مصالح شعوبنا يفي الوحدة والتقامل والاندماج دون الحاجة لطرف ثالث لتدخل أو الوساطة بيننا غير أنه يجب أن نكون واقعيين وأن نعترف بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول وأكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات الضرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين وأكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر